نروح لمنتخبنا الوطني اللي بيستعد طبعاً لمواجهة كبيرة أمام المنتخب الأثيوبي وبعثة منتخب مصر وسط ملاوي مساء الثلاثاء استعادة لمواجهة المنتخب الأثيوبي يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة الكعسي لهم الأفريقية 2023 لتصديفة كوديفور في الصيف القادم وكان في استقبال بعثة منتخب مصر مسؤول الصفارة المصرية في ملاوة في مضابيتهم معالي السفير محمد شريف وقبل السفر تم الإعلان عن التالي ياسر إبراهيم أصيب منازلة برد وتم استبعاده من السفر مع الفريق الجهاز الفني وافق على استمرار محمد عبد المنعم في الكهرة لأداء البرنامج التأهيل التخلص من إصابته في العضرة الضمة المسحة اللي عملها المنتخب قبل السفر كانت نتيجاتها الكامية اللاعبين سلبية وكده يكون الفريق مكتمل لمواجهة المنتخب الأثيوبي أيضاً تراجع اتحاد الكرة عن تعيين محمد عبد العظيم مدرب الأهل الأسبق في منصب المدير الفني للجبلية خلافاً للبرتغالي نيلو بنجادا واستقرر مجلس على تعيين مدير فني أجنابي للجبلية خلال المرحلة المقبلة ولمدة أربع سنوات محمد صلاح نشر صورة له خلال أجستو اللي بيقيدها حالياً في مصر وده على حساباته مواقع التواصل الاجتماعي وكانت الصورة على يخت في البحر ثانية واحدة كتب على الصورة طبعاً إيجيبت مصر النهاردة مواقع إنجليزية حسابات عالمية الحساب الرسمي لنادي ليفربول ينشر صورة محمد صلاح ومكتوب عليها إيجيبت ودي الحكاية ودي الرواية ودي القصة أولها لآخرها لما كنت بقول لكم أن محمد صلاح هو مش مجرد لعب كرة عظيم بيقدم إنجازات وبطولات ومبريات وأهداف كبيرة في البطولات الأوروبية لا هو حقيقي سفير عظيم لمصر سفير عظيم لمصر دي الصورة ودي الدعاية ولو قدرنا جماعة نجيب الصورة كمان اللي نزلها الحساب الرسمي لليفربول على تويتر دي الصورة ودي الحكاية ويجيبت مكتوبة على الصورة كم واحد في العالم شاف الصورة دي النهاردة كم واحد في العالم شاف الجمال بتاع مصر ده النهاردة ما هو فيه ناس في العالم كتير يعرفوا جمال مصر معالمها السياحية الرائعة وأجواءها الرائعة بس فيه ناس طبعا كتير برضو ما يعرفوش لما محمد صلاح أهم لاعب في العالم واحد من أهم اللاعبين في العالم ينشر الصورة دي النهاردة شوف بقى كم واحد هيجي لك من بره المصر ما تستهونش بالقصة دي عارف ليه عشان انت لما كنت بتشوف كريسان ونالدو ولا ميسي ولا زيدان ولا مورينيو ولا جوارديولا ولا أي حد لما يقوا في أي مكان في العالم وبيتصوروا بيكتبوا هم موجودين فين وتنبهر بالمكان تقول يا ده نفسي سفي المكان ده النهاردة والعالم كله بيشوف محمد صلاح منازل الصورة دي ومكتوب عليها يجيب كم واحد هيفكر ييجي مصر فهمت بقى عن الحكاية مشكورة والسلام